السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة هل المهدي مذكور في القرآن هذه الحلقة طلبت مني منذ فترة تعالوا النهاردة بإذن الله نجاوب على هذا السؤال بكلام علمي دقيق بس الأول علشان نقدر نجاوب على هذا السؤال ونستعرض الآيات التي جاءت في القرآن في ذكر الإمام المهدي ونرد على كل الناس اللي بيقولوا المهدي مش مذكور ليه في القرآن لازم الأول نتعلم أصول في تفسير القرآن الكريم طبعا هذه الحلقة أرجو من الجميع أن يسمعها من أولها لآخرها وينشرها على جميع المنصات علشان خاطر فعلا عايزين نوصل هذه الحلقة لأكبر قطاع ممكن من الناس أول حاجة في أصول في تفسير القرآن الكريم يجب أن نتعلم أن القرآن الكريم كتاب مجمل في الأحكام بمعنى أن القرآن لا يهتم بذكر التفاصيل أو تفاصيل التفاصيل ومنها الأسماء في أشياء مهمة جدا جدا يعني أكثر نبي وأنا بضرب لك مثال واحد لضيق الوقت في الحلقة أكثر نبي ذكر في القرآن موسى عليه السلام طيب الشخصية الرئيسية في الصراع مع موسى فرعون هل ذكر اسم فرعون في القرآن هل سماء القرآن هل حدد مكان وتفاصيل الواقعة اللي حصلت الكبيرة جدا اللي هي انشقاق البحر فانفلق فكان كل فرق قد توضي العظيم كل دية أمور تخلينا نفهم أن القرآن كتاب مجمل دية أول حاجة ثانيا القرآن لا يهتم بذكر الأسماء لأنه كتاب هداية ولذلك ترى القرآن دائما يتكلم ويخاطب أولي الألباب الناس المتدبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لآية إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب فاعتبروا يا أولي الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار القرآن كتاب هداية لازم نفهم الموضوع دوة كويس ثالث حاجة ركز معايا أوي أوي في الكلام ده القرآن بيخاطب كل الأزمنة يعني بيتكلم عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل لازم تفهم كده كويس لو فهمت إن القرآن يخاطب كل الأزمان هتفهم أن المهدي موجود في القرآن كمان عايز أقول من أصول في تفسير القرآن الكريم أن القرآن الكريم بيعتمد على سنن الله في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير وتعاد يعاد السيناريو اللي كان في الماضي يعاد في المستقبل سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلة ولذلك ترأي ذكر الطغاة في القرآن الكريم والأمم الباغية اهتمام كبير من القرآن للكلام عن الأمم الهالكة واحد يسأل نفسه سؤالي يقولك ليه الأمم الهالكة الأمم الهالكة علشان تعتبر لللي جاي للقادم زي ما بيقولك وأنه أهلك عاداً الأولى فهمت إيه لازم يبقى فيه عاد ثانية انتبه جيداً القرآن تكلم عن الإمام المهدي تعالى نستعرض جزء وليس كل من الآيات التي ذكرت في الإمام المهدي بل وفي ذكر الدجال تعالى نقول أو نشوف أول آية كما تظهر أمامنا على الشاشة يقول الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلاً رجليني أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هذه الآية يا أحباب تتكلم عن مثل الله يضرب لنا الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون اهتموا بابداية سياق الآية القرآنية الله يعلم وأنتم لا تعلمون أي أن علم الغيب لله وحده سبحانه وتعالى رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء مزموم وهو كل يعني عب سقيل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير شرير هذه الآية قال العلماء نزلت في الدجال ركز أوي عشان أقول لك مفاجأت هذه الآية نزلت في الدجال والرجل الثاني الذي يأمر بالعدل ركز أوي ودقة وتناسق آيات القرآن مع السنة المتهرة الرجل الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا هذا الرجل اللي في المقارنة في الآية يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وهو على منهج سليم قالوا هو الإمام المهدي يبقى الآية دي بتتكلم عن الدجال وبتتكلم عن المهدي واحد يقول لك طيب ما هو ممكن بأي رجل وأي مثل إزاي استدليت أو استدل العلماء كمّل بقى الآية ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير لو إن الآية بتتكلم عن أي ردلين وعن أي حد إيه اللي جاب ذكر علم الغيب وعلم الساعة وأمر الساعة وعلامات الساعة وأشراط الساعة اللي جبها في هذا الموضع إن لم يكن المقصود هما شخصيتان من شخصيات آخر الزمان الدجال الشرير والإمام المهدي الذي يأمر بالعدل يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا وهو على صراط مستقيم على منهاج النبوة وعلى صراط الله سبحانه وتعالى أنا بحاول أختصر لك في الكلام تعالوا كمان نشوف آية تكلمت ولمحت ولا ينطبق هذا الكلام إلا على الإمام المهدي قال الله سبحانه وتعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هذه الآية الله يقول مخاطبا محمد ويقول الذين كفروا يقولون لك يا محمد أنك لست رسول لست مرسلا قل أي قل لهم أخبرهم رد عليهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يا سلام مين الشهيد بيني وبينكم الله سبحانه وتعالى ومن عنده علم الكتاب مين اللي عنده علم الكتاب يعني الصراع ما بين الحق والبطل والصراع ما بين الإسلام والإنكر والصراع ما بين معسكر الإيمان ومعسكر النفق ده الآية هي بتتكلم بوضوح سوف يحسم هذا الصراع الردل الذي عنده علم الكتاب ما قالش الذي عنده الكتاب لو عنده الكتاب يبقى محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب يبقى القرآن إما الإهوة علم الكتاب فهم الكتاب علم الكتاب هنا المقصود به فهم آيات الزكري الحكيم فهم المنهج فهم المنهج هو ده اللي هيجي يفصل ما بين المتخاصمين مين هو إن لم يكن الإمام المهدي اللي هيجي على منهاج النبوة خد كمان آية مهمة جدا جدا كما تظهر أمامنا على الشاشة قال الله سبحانه وتعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به إلى آخر آيات الذكر الحكيم الآن بتتكلم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفمن كان على بينة من ربه مين الرجل اللي على بينة من ربه مين الرجل اللي جاي معاه المنهج القرآني مين الرجل اللي جاي معاه المنهج السليم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب كمل معايا أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه عارف يعني إيه ويتلوه ويأتي من بعده تابعا له على منهجه مين هو تفتكر مين هو مين الرجل الذي يأتي بعد الرسول محمد على منهجه طيب أنا عايز أقولك على مفاجأة قال المفسرين اللي يأتي من بعد النبي محمد هو الإمام علي ويمشي على منهجه ليه لأن هو منه ركز الآب تقول إيه ركز قوي ويتلوه شاهد منه يعني إيه يعني من أهل البيت من أهل بيت رسول الله فقالوا الإمام علي فاترد على الكلام دوت وقالوا لا الإمام علي لا شك أنه على منهج رسول الله أكيد هو الصحابة الكرام ولكن لابد أن يكون هذا الرجل الذي يأتي على منهج رسول الله يكون في آخر الزمان ليه في آخر الزمان كمل الآية عشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به موسى الذي ذكر كثيرا في القرآن الكريم هذا النبي العظيم إلا يأتي الرجل من نسل رسول الله ومن نسل علي وفاطمة وتكون نهاية قوم موسى على يد هذا الرجل فلا ينطبق هذا الكلام على الإمام عليه لابد أن يكون على الكلام على رجل يأتي في آخر الزمان وتكون نهاية اليهود على إيده ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة يعني يركز أو معايا ويتلوه شاهد منه عارف يعني إيه؟ منه المهدي منا أهل البيت شوف الكلام شوف القرآن بيتطابق مع السنة النبوية المهدي منا أهل البيت ويتلوه شاهد منه ركز أوي في الكلام بتاعنا داود طيب الآيات اللي أنا ذكرتها ديت على سبيل الحصر ولا المثال لا ده على سبيل المثال والآيات كثيرة وعايز أقولك كمان لو عايزين نعمل أجزاء أخرى أفجر لك مفاجآت وأقولك إن علامات الساعة وأشرات الساعة وفتن آخر الزمان موجودة برموز في القرآن مش كلامي دا كلام الصحابة لو عايزين يعني أعمل لكم جزء تاني اضغط بكسافة على زر الإعجاب لايك ولازم تنشر الحلقة دي على جميع المنصات لأنها حلقة شديدة الأهمية في معركة الوعية الكبرى التي تسبق الإمام المهدي أكتفي بهذا القدر وآسف لو كنت طولت عن وقت الحلقة المعتاد بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته